السلام بنايات كديري أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم سنشارك معكم الدجاج على الفاخر بطريقة زوينة والفريس وانتم اخليكم معي حتى الاخر بالنسبة للدجاجة كما تشوفوا هنا يوجد دجاجات يعني كل واحدة لحسب الأفراط وانتو ما خليكم معايا هنا من بعد مقطات الدجاج يأتي لها الشكل يأتي بطريقة يعني كل واحدة يقرد على الحسب بالطريقة ديالو هنا انا اضرت الفخيادات بوحدهم ودرت هدوك سطورة بوحدهم كل حاجة بوحدها ونشارك هنا نأخذ واحد الإناء اللي ندير فيه التوابيل وبالنسبة للتوابيل كما تشوفوا معايا عندي هنا واحد المعلقة كبيرة زعفران أو الخرقوم ونضيف شوية البزار باش ميجينة شحار بزاف حيث ما زال نزيد السودانية ونضيف شوية المعلقة كبيرة سكنجبير ونضيف شوية البزار حدرت شوية البزار ونضيف شوية السودانية باش ميجينة شحار بزاف ونضيف شوية المعلق كبيرة ونضيف اقصة ونضيف معلقة كبيرة ونضيف الزعتر quienes نسمى الجداج حيث المعلقة ب آثرا نزيد الربيع ثلاثة معلقات الخل الخل الحامض ثلاثة معلقات الزيت البلدية ثلاثة معلقة السعودة نضيف الملح ثلاثة معلقة الأطرية حوالة الملح نضيف هذا الملح ثلاثة بعض الملح لنضيفها نضيف الشرم نشق الملحة تجاج بالسفين لا تكتر الملحة نكمل تشارمولة ويجعل ساعة المقانة في الفريق لتدخل في تشارمولة مزيد نجعل سلق ندرك الفريق ونقرد طفل ندرك الفريق سوف نضيف الملحة 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 الزيت الملحة سوف نضيف الملحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة